استقبل قداسة البابا فرنسيس في القصر الرسولي بالباتيكان مجموعة من متطوعين وأشخاص بلا مأوى وللمناسبة وجه البابا كلمة شكرهم فيها على زيارتهم وعبر عن سروره للقائهم مشيرا إلى أنهم يلتقون عادة في مقر أبرشية بينا وصلت الأبو الأقدس الضوء في كلمته على أننا نحتاج إلى بعضنا البعض وأننا مدعوون إلى أن نغني بعضنا البعض وذكر في الوقت نفسه بأن ذلك لا يكون فقط من خلال هبات مادية إنما أيضا من خلال ابتسامة وعلامة صداقة ونظرة أخوية وأصغاء حقيقي وخدمة مجانية متوقفا في هذا الصدد عندما جاء في مرسوم الدعوة إلى يوبيل 20-25 وأشار قداسة البابا فرنسيس إلى أهمية أن نفعل ما قاله لنا الرب أي أن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا وتابع كلمته قائلا لنشكر الله على عطية محبته وأشار إلى أن كل واحد منا فريد في عيني الله لذلك لا ينسان أبدا وشدد قداسة البابا فرنسيس في ختام كلمته على أهمية أن نسعى دائما كأخوة وأخوات إلى أن نجعل من حياتنا عطية للآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر